مجزون للأخبار أهلا بكم مشاهدين الكرام المستهل بالنشاط البرلماني حيث يعقد المجلس الشعبي الوطني اليوم جلسة عامة مخصصة لتوجيه 17 سؤالا شفويا تخص قطاعات السكن والعمران والمدينة التكوين والتعليم المهنيين الثقافة والفنون الفلاحة والتنمية الرفية والاتصال ترأس الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن أمس اجتماعا للحكومة تضمن النقاط الآتية في مجال العدل درست الحكومة مشروعا تمهيديا لقانون يعدل ويتمم القانون المتضمن تنظيم مهنة المحذر القضائي قدمه وزير العدل حافظ الأختام وفي مجال الشباب والرياضة استمعت الحكومة لعرض قدمه وزير الشباب والرياضة حول تحذيرات الجارية لتنظيم الألعاب العربية بالجزائر في مجال النقل قدم وزير النقل عرضا حول إنشاء الوكالة الوطنية للطيران المدني وكذا عرضا يتعلق بمشروع إنجاز مركز خدمات الإطعام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية وفي مجال المؤسسات المصغرة قدم وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة عرضا حول المقاربة الجديدة المعتمدة الرامية إلى جعل أداء أجهزة المساعدة أكثر نجاعة دوليا وفي الأراضي المحتلة يحيي اليوم الفلسطينيون الذكرى السابع والأربعين ليوم الأرض حيث استشهد وأصيب واعتقل في هذا اليوم من عام ستة وسبعين تسعمائة وألف العشرة من الفلسطينيين وهم يدافعون عن أراضيهم التي حاول الكيان الصهيوني مصادرتها بالقوة وسط مواصلة الشعب الفلسطيني معركة النضال والصمود في وجه المشروع الاستطاني الصهيوني من أجل استرجاع حقوقهم المسلوبة هذا وأصيب عدد من الفلسطينيين فجر اليوم خلال اقتحام جيش الاحتلال الصهيوني لبلدة قباطيا بمدينة جينين شمال الضفة الغربية في الرياضة اختتم وفد الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم زيارته بمعينة وتفقد المنشآت الرياضية التي وضعتها الجزائر في ملف ترشوحها لاحتضان كأس أمم إفريقيا 2025 الموعد أمس كان مع آخر محطة بالجزائر العاصمة حيث تمت معينة الملاعب والمرافق الرياضية بها بالوقوف على ملعب مصطفى تشاكير بالبوليدا وملعبي أدويرا ونيلسون مندلة ختم الموجز أعود لألقاكم على رأس الساعة بإذن الله شكرا لكم والسلام عليكم